باركلس غرم بأكثر من 43 مليون دولار لتلاعبه في أسعار الذهب وذلك بعد يوم واحد من غرامة تكبدها المصرف البريطاني جزاء تزوير أسعار الفائدة ليبور سلطة السلوك المالي تحدثت عن خروقات من باركلس في الفترة من 2004 وحتى 2013 ولو أن الحدث الرئيسي وقع في حزيران يونيو 2012 الغرامة تتعلق بقضية واحدة وليس جزءا من تحقيق أوسع في سوق الذهب ولو أن باركلس هو أول بنك يعاقب على محاولة التلاعب في سوق الذهب العقوبة تمثل ضربة أخرى لمحاولات باركلس وضع مشاكل الماضي في طي النسيان